الرؤية الدولية الإيجابية لجهود مصر في إدارة منظومة الأمح وده على 8 سنين من تنفيذ استراتيجية تقليل الفجوة ومعين الانتاج والاستهلاك مصر عايزة إيه؟ مصر عايزة تسد هذه الفجوة مصر عايزة إيه؟ عايزة تعمل اكتفاء ذاتي من الأمح إن كان عجبكم قصة كليوباترا فيجب أن تعلم أنه في حتى في هذه المرحلة وتحديداً ويمكن حتى قبل 50 سنة من ميلاد السيد المسيح فإن مصر كانت هي المورد الرئيسي للأمح لكل القرى الأوروبية والإمبراطورية الرومانية المترمية الأطراف آنذاك شوف الفاو بيقولوا إن مصر بتستهدف رفع مستوى الاكتفاء الذاتي للأمح من خلال 1 زيادة المساحة المزروعة 2 استخدام أساليب زراعة متطورة 3 الحد من مستوات الهادر عارف يعني إيه؟ يعني أزود الرقعة الزراعية يعني كمان أستخدم تقاوي تعليل الإنتاجية يعني كمان يبقى فيه عندي صوامع أو الأدق الأول طرق حصاب زائد صوامع تقلل الهادر ده كلام الفاو منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأم المتحدة فيتش بيقولوا إنه لزيادة الاكتفاء الذاتي من القمح فإن مصر عملت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأراضي الزراعية طبعا حضرتك عارف إن احنا بنتكلم في حوالي 4 مليون فدان أم حبس غير اللي باقي مش بس كده فيتش بتقول إن احنا بنستخدم كمان أسليب جديدة جدا في تعزيز الإنتاجية وتقليل استخدام الميا طيب إيه هي توقعات فيتش؟ فيتش بتتوقع إن القمح خلال عام مالي 22 23 أي اللي احنا فيه ده واللي بينتهي في نهاية شهر 6 فإنه هيحصل تكليل لجهود مصر اللي حفزت بيها الإنتاج المحلي للأمح وإنها مصر أعلنت في مارس 2022 إنه هتصل بإذن الله فوقت من الأوقات للإنتاج أسف للإكتفاء الذاتي مصر أحرزت تقدم في تنويع قاعدة الواردات كمان من الأمح فلا تكتفي بمورد واحد طيب دي فتش تعالوا نروح لستاندرد أمبورز واللي بيقولوا من المتوقع انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام المالي الحالي نتيجة السياسات الهدفة لزيادة طوافر الأمح خلي بالك الأمح بالذات بالنسبة لمصر بالقطع والمحصول الاستراتيجي بس زي ما كنت بقولك مبارحة الأمحة عندنا يعني العيش يعني الحياة فلما دولة تستهدف انها يبقى في عندها اكتفاء ذاتي من هذه السلعة هذا المنتج هذه الحاصلة اللي هي بتاعة حياة المصريين هي دولة بتفكر أولا في الغلابة تعالوا نروح لـ USDA وزارة الزراعة الأمريكية واللي بتقول انه خلال المواسم الماضية الانتاج بتاع الأمح المصري عنده تحسن واضح نجحت فيه مصر ده كلامهم مش كلامنا نجحت مصر في استخدام ممارسات زراعية متطورة وقدرت مصر تاني مصر تستنبط مش حد تاني مصر تستنبط سلالات جديدة وأصناف عالية الجودة بيكملوا بتوع وزارة الزراعة الأمريكية أو إدارة الزراعة الأمريكية تعرفون أنك بيسموها إدارات ديبارتمنتز المهم مصر لازالت كمان مستمرة في بزل المزيد من المجهودات في رفع كفاءة إدارة نظام خد بالك بقى دعم الخبز علشان حيوانات الإخوان اللي طول الوقت وحيوانات هنا مش بالقصد بيها اشتيمة يعني هما كمخلوقات يا مخلوقات حيوانات أكتر منها مخلوقات بشارية حيوانات الإخوان اللي مستمرين طول الوقت في أنه يقول لك مصر رفعت الدعم عن الخبز طيب هذه وزارة الزراعة الأمريكية هي اللي بتقول مش إحنا بيقولوا مصر بتبزل جهد مستمر في رفع كفاءة إدارة نظام دعم الخبز والغذاء لمنع أي نوع من إهدار نوارد الدعم بالإضافة لزيادة فعالية النظام بحيث أنه يقول له تأثير إيجابي على المواطن المتلقي الدعم في مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر